الطبع والصنعة طبع وتصنع طبع وتصنع هلو بيحكي عن الشعر ولا بيحكي عن حياتنا مش عارف هلو بيحكي عنا انه في ناس عن طبيعتها ولاس بتتصنع الحياة صنعا ممكن اخذنا من هاي المعلومات ورزقناها في الشعر طبعا هذا الدرس اجاب على الدرس الفحول الشعري لانت حضرته ان شاء الله وتمكنت منه درس خفيف ولطيف الان هذا الدرس يعد من الدرس التي تتكلم عن النقد العباسي نقد ليش في العصر العباسي معيارهم الان هو الطبع والصنعة طيب نشوف يا سيد العزيز شو المفصول بالطبع والصنعة شاعر الطبيعة اللي هو السريقة وشاعر الصنعة طبع او دباء الطاليسة الدباء والطبع وعدباء الصنعة تناول النقد العباسيون قضية الطبع والصنعة عند نظرتهم الى الشعراء والكاتب بغية اصدار حكم بالقيمة عليهما فوجد ان الادباء ينقسمون الى قسمين شاعر بالطبيعة وشاعر بالصنعة دعنا نشوفوا دباء الطبع كيف يكونوا هؤل الذين يملكون الموهبة طب وهذول يملكون الموهبة نفس الاشي يعني الطبع والصنعة يشتركون في امتلاكهم الموهبة عندهم موهبة كتابة الشعر او كتابة الرسائل ممتاز الان هذول بهمهم ولا يبالغون في مراجعات نصوصهم هاي الفرق بين شعراء الطبع وشعراء الصنعة الاثنين نفس الاشي يمتلكون الموهبة هاي شي مشترك ولكن الذي يختلف بينهما يوسيد العزيز وانا يبالغون هان في مراجعات نصوصهم هانا يراجعون ما نظموا وأنفوا من اجل ارتقاء بنتاجهم حلو؟ هذا الفرق بينهم عشان ميز شو وجه الشبه بينهم يمتلكون الموهبة؟ شو وجه الاختلاف؟ هذول ما بيراجعوا الذي كتبوه؟ هذول بيراجعوا، بيدققوا، بنقعوا، بزيدوا طب ليش يا عمي بتزيدوا وبتنقعوا؟ نقولك حتى انا ارتقي في النص الأدب تبع حتى يصل لمرحلة عالي جدا فسميته ادب الصنعة تمام؟ يدي ابنون النصوه النصابي يسر هانا بتحسوا انه اوم تقولوا والله يكتب لي مثلا قصيدة في سيد عبد الربو بتلاقي بلش عس سريع بدون يدقق بينما ادباء الصنعة بقولك دقيقة لا اعطي لي مهلة اسبوع اسبوعين اكتب لك قصيدة مرتبة رزينا عشان تطلع كفو هذا الفرق بينهم هذا بحتاج لوقت وهذا ما بحتاج لوقت تمام؟ ولا يعتمدون المراجعات الدائمة وطول النظر لا بيراجع اللي كتبو كثير خلاص مرة واحدة ادقق عليه والقاه ما شهدوا لا بيدقق كلمة هي بيش عاجبية نحط بدالة كلمة اقوى هاي الصورة احلى هاي كذا بيدققه كثير الان يجعلها دباء الصنعة شو بدهم كمان بزيادة وربما يستغرقون في التأليف زمنا طويلا يمكن بده سنة عشان يطلع قصيدة معينة فمن شعراء العرب من كان ينضي عاما كاملا في لظم قصيدته فيقلبوا فيها رأيه ونظره قبل ان يخرجها الى الناس وهي القصيد سميش الحونيات لما يقول لك رجحان ما معنى الحوليات مباشرة بتقول لي هي القصيدة التي يمكث شاعرها في تأليفها وتنقيعها وتضبيطها سنة كامل او حولا كاملا فيمناها ان شاء الله فيمناها اي انه دبع الصنعة يتميز بالتأني المبني على النظر العقلي يعني انا مش مستسرع بدي شوية وقت انا مركز هيك عندهم طيب الان هذول الثنين لازم يقول لك الانتاج الادب لازم يكون فيه حوافز للابداع ركز معي شوي هذا الدرس لمين حوافز للابداع للطبيع والصنعة يعني عشان انا يطلع المعلاج شاعر يتحفز للابداع عندي ثلاث امور لازم يتحفز للابداع اول شغل البواعث النفسية شوان البواعث نفسية يعني نفسيته اليوم متدمرة فبتلاقيه بلش يغني اغاني حزينة اوه هيك بلش وبلش يعطي مووي من عنده تأليف انت حفزته بالابداع بالحزن طيب والسعير تحصل معارف متنوعة عشان انا اكتب قصير جديد لازم يكون لدي معلومات كثير سعير معلومات كثير ولازم انا كمان اعرف انساب العرب وعارف مجهوداتهم ومقدمات واخرات والاخري وفاهم ماتلا الدولة هاي شو قصده وهي كذا يعني عندي معلومات في السياسة وفي الاقتصاد وفي العلوم وفي الاشخاص وفي الحيوانات وفي النبتات عشان انا اقدر اطلع بمعرفة جديدة الكثير ممارس التأليف الادبي يعني شاعر كتب لي قصيدة واحدة ما بناده شاعر قصيدة ما بناده شاعر اهو بمارس التأليف شغال كل يوم او كل يومين ثلاث او كل شهر شهرين كل سنة بطلع بقصيدة هذا الممارس التأليف الادبي الآن بسميه شاعر شاعر بالطبع او بصطنع حسب شو هو اي نوع انتميه نجا الوقت النفسي بس ندقيق على شوية لما قال ابو تمام موصيا البحتري طبعا البحتري تلميذ ابو تمام اثنهم شاعرين بما يعينه على نظم الشعر الجيد قال له انا متى اكتب يا استاذ العزيز يا ابو تمام متى اكتب الشعر قال له يا سيد عزيز تخير الاوقات وانت قليل الهموم يعني انت زال ما فيش عندك هموم عشان ما تعصبش صفر من الغموم يعني شو برك بين هم وغم الهم عارفينه والغم مش عارفينه لان صفر الهموم الهم المستقبلي او الغم الهم الماضي اصيبه بالغم وعلم ان العادة في الاوقات ان يقصد الانسان اللي تأليف شيء او حفظه او حفظه في وقت السحر طلع من زمان من عصر عباسي بقولك يا عمي بدك تحفظ اشتغل وقت السحر طب وقت السحر شو هو يا استاذ ما قبل صرعة الفجر بشوي الى بعد صرعة الفجر بشوي يعني ينفذون بصلي الفجر بعد ذلك الفجع الخمسة تصحى الاربعة هاي الساعة من افضل اوقات الدراسة للحفظ هاتهم ما بحكوها ومجربة كمان وذلك كان النفس قد اخذت حظها من الراحة وقصتها من النوم صحي جديد يعني بدك تألف وهذا الوقت احسن للتعريف بدك تدرس هذا الوقت احسن للدراسة اذا في عندي حوافز الابداع ثلاثة دوعات نفسية والسعي لتحصيل المعارف المتنوعة والاكثر ممارسة التعريف الادبي درس خفيف ولطيف ونشوف كيف الاسئلة المعانا في الكتاب طبعا او اقولك عرف المقصود عشان اقولك تحفظهم عرف القصائد الحوليات وهي مكتوب عندك في الاسري القصائد التي يحتاج وشاعرها يمضي عاما كاملا في تأليفها وتنقيحها الاخرين الان بجيك سؤال ميز الحافز في الابداع عظيم يجي سؤال في الوزارة وهذا السؤال مش ضروري يكون نفسي في الكتاب ممكن نجيب لك مثال زيه او شبيه له خذ من نفسك ساعة النشاط خلاص انت باعث نفسي بدون ما تطلع ليش؟ لنبحث عن النشاط والهم الاخرين انك لا تكثف فقال اكثر تبريني للسام معناته انت؟ معناته ايش؟ ايش هي؟ عليك ثام ممارس تعريف الادوي قال كم قصيدة كتبت؟ قال كتبت قصيدتين واطمح الى الثالثة والرابع اذا ايش بتسوي؟ ممارس تعريف الادبي ايك ساد درسك خفيف قم بواجبك واكثر قليلا وسيأتي المستقبل من تلقاء نفسه لا تخفى عليك الامور وان خفيت فهي عند علام الغيوب لا تعلق ما تفعله اليوم بشر تنتظره غدا كلام ثقيل مقصوده يعني انت كنا في مرحلة بنعاني فيها كل مرحلة هاي المعاناة ربنا مبتلين فيها عشان يشوفنا منصبر او لا نصبر بس المصيبة انك انت مشيت في طريق وما تكمله انت مشيت في هدف وتقول لي انا فقدت الشغف مصيبة هاي ليش مصيبة؟ لانه انت عندك مخك جوات وتفكيرك هو الذي يعلق انه انا ما عندي شغف خلص وقف ادراسي وهذا هي مصيبة المصائب لذلك تجاوزها بالتفكير انا بقدر عندي قدرة وبدأ جيب الاول او دجيب الثاني او بدأ جيب معدل العالي هذا هدفي هدفي هيك لازم اصنعه لازم اشتغل عليه لازم اتعب عشانه ما حدا يوقفك حتى نفسك نفسك اللي بتوقفك لا دخلها توقفك امشي تجاوزها لان نختم بقصيدة قصيدة لا مش قصيدة نختم بثلاث امور كل حصة بنختم فيها وهي اهتمامك بالتزامك بنفسك والتزامك بدراستك تناله معدلك العالي اللي هو بدك صبر على نفسك بدنا نصبر يا اخوان لسا احنا تقول الطريق ولسا طين سنة طويلة ولسا فيه اشياء كثيرة لاتخلي البواعث النفسية تأثر عليك اسمعت النصيح يا حبيبي يلا فيها عدراستك